السلام عليكم ومرحبا بكم جديد على قناتي وقناتكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله سوف نصيب معكم واحد غلاس من الحجم العائلي كبير وكيميا كبيرة مكونا فقط وان شاء الله يعجبكم وين الاستحسان ديالكم إذا باش نوجدو هاد الغلاس غنحتاج جوش لمكونا اساسيان اللي هو البودرة ديال الشانتيه وعاصري بالنسبة لبودرة ديال الشانتيه من وازن ديال 100 جرام تقدر استعملو كذلك البودرة ديال العبار وحتارمو كذلك المقدار يعني تستعملو فقط 100 جرام وغادتحتاجو كذلك هاد العلبة ديال عاصري من فئة 440 جرام وتقدر استعملو اي عاصري اخر انا استعمل ديال باناشي اللي فيهنك هاد المونج يعني مشهده مهم انا غناخد اول شي غنديروه وغناخد واحد الاناء سوف نسكب في هذه البودرة الشانطية و نسكب عليها هذه العاصرية و نطلحهم بشج بالبطور مشارط ان هذه المكونات الأساسيان خاصة يداروه في الثلاجة و يكونوا بردي مزيان يعني انا درتهم تقريبا في الثلاجة ليلة كاملة تقدروه إذا كنتو سرباني يدروهم في الفريغو على الاقل ساعتين حتي بردو مزيان باش نجح معكم العملية ديال ان هذا الخاليط اطلع بالنسبة للقوام ما غيجي كومش واقف بزاف يعني كما اموال في الكريمة ديال الشانطية تطلع يعني كتكون واقفة هنا غتكون شوية كريمية لان عاصرية و الكيمية ديال العاصرية كثيرة ايضا هاد هاد القلاس انا غنديرو من الحجم الكبير يعني غنديرو فمو الواحد تقدروا تديروها ايضا على شكل فردي بالنسبة للعاصرية تقدروا تستعملوا اي نكهام توفر عندكم انا استعملوا ديال الفريز ديال الفوكا ديال اي حاجة ولكن انا كنفضل هذا لانه كيعطيه واحد انك هزوينة بزاف وكيجي الجلاس بحل الجلاس ديال المحلات الكبرى وان شاء الله يلعجبكم اذا جربته حاجة ثانية اللي غنديرها هنا او غتعزز لي المداق ديال هاداك الجلاس ويجيزوين ولا او غتعزز لي المداق ديال الباناشي اللي كين في عصيري هنا اخذي ثلاثة الخوخات كانوا باردي مزاف وغنعصرهم ولا غنطحنهم عفوا بالقشرة ديالهم يعني باش يزيد اللون لهادك الجلاس ويزيدو ايضا مداقا اذا غنضيفو على المكونات اللي طلعت البودرة الشانطية وكذلك عصيري وهنا من اللي غنخلطو كيما غتشوفو معايا غيتبدل اللون ديال الجلاس يعني غيزيد ايبان هذيك اللون ديال الجلاس وايضا المداق كيجي رائع مهم كنزيد نخلطو معالدوك العاصي كما قلت لكم حتى نخلطو مزيان وغنوجد المول فين غن نسكب هذي هذي القلاس هنا اخذيت هذي الاطارات فقط اذا كانت توفر عندكم المول كبير ديال السيليكون لا اي مول اخر تقدروا تديرو فيه مهم انا ادعي وردتكم هذي الاشكال اللي عندي عندي شكل ديال القلب وعندي شكل ديال وريضة كنت اخذوا بابي سلوفان وكتغلفوا به لتحت كتديرو بحل اللقاء ديال هذي المول مهم هذي طريقة بسبب القوام ديال الجلاس يجيب حل هذي الشكل اذا انا غنستعمل المول ديال الوردة فقط غنسكبو فيه بشرط البنات تكونوا دايرين شي مول تحت يعني ما يمكنش تحزو هذي الاطاع في عيز سلوفان تحت بطبع الحال غي تكفح لكم يعني ضروري تكون موجدين شي اي حاجة المهم انا اخذت بلاتو ادرتو والاول عد غلفت هذي المول يعني بابي سلوفان عد سكبت القلاس مهم انا درت القلاس ديالي مبعد ما دست في الفريقو مبعد ما دست ليلة كاملة كماشته معايا جمد معايا مزيان 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 اذا انت قريبا تمسوها حذي وحطيتو في الفريقو وكان بدان نحرك الجوانب ونجبد هذي المول شوية بهذا الطريقة اذا احتكي تحلو كندفعو شوية بشوية باش ما يتهرش وما يخسرش وصراحة ما غيرترش لانه يجي جامد بزيف ممكن دفعو شوية بشوية بهذا الطريقة وغنوضعو في شي تبا يصينو اللي في اي صاحن ديال التقديم بالنسبة لزين خديت واحد لخوخاق تحتها طريفات على هذي الشكل هو باش غنزين القلاس وهكا غايكون القلاس ديالي موجود للتقديم ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتنالي استحسان ديالكم وتجربوها وتردو عليها في التعاليق وما تنساوش الى كنتوا اول مرة تزوروا قناتي تشتركوا في قناتي بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم ولتوصلوا بالاشعار اني لحطيت فيديو جديد على قناتي ولعجبكم الفيديو كذلك ما تنساوش تعملوا لي لايك لانه كيدعمني وكي شجاني وكذلك سبا تجيو الفيديو مع احبابكم و الاصطقاء ديالكم ونخليكم الى فيديو قديم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى